موسيقى كان هناك WBS ده كنا لم نضيفه دعونا نضيفه سأتيجي من هنا وهتعمل New WBS وهتطلع به بره خالص بحيث انه يبقى تحت المشروع على نفس الناس مع WBS الاساسي موسيقى على نفس الناس معهم عندك WBS هنا ظهر عندك بلون غريب فهتعمل F5 فهتظهر عندك زبط معك بقى على نفس الناس الناس الرئيسية في المشروع او المراحل الرئيسية هنروح هنا هنقوله ان ده الناس بتاع التسليم ماشي هنقوله هنا كان كان نمبر 4 تمام كان نمبر 4 1 2 3 حل وهذا نمبر 4 هنقوله ان ده هنا تقوم بقى تقوم بقى تقوم بقى تقوم بقى تقوم بقى او تقوم بقى سنقوله ان ده هنا نمبر 5 سنجم و تقوم بقى سنجم ماشي هنقول له بعد كده كمان عندنا ماشي وبعد خليه هو اخر نشاط عندنا ماشي او ممكن تضيف كمان بتاع ال تمام بس خلينا احنا اخر نشاط عندنا هو النظافة وخلاص تمام طيب هنربط الانشاطة دي ازاي هتيجي بقى من على الريلاشنشيبز تقف من هنا على الاختيفتي دي تيلز وبعد كده هتروح على الريلاشنشيبز الريلاشنشيبز هنربطهم بايه هربطهم بكل الانشطة الفاينال فاكسة عندي في المشروع يعني هنقبر الشاشة دي عندنا كده وهنشوف كل الانشطة بتاعة الريلاشنشيبز ماشي وهنحطها بريد السيسور لالريلاشنشيبز تمام هنا عندي فين هنا الريلاشنشيبز ماشي عندي الفاينال فاكس كان عندي اللايتين فيكسيشورز دي كانت اخر حاجة في الكهرباء ماشي هنحطها وهنحط معنا الفاكسيشورز بتاع او الدومستيكووتر تانك يعني البمبز والفاينترس والدومستيكووتر تانك دول بيبع فيهم تاستنج و كوميشنينج تمام فخلينا نحط الاتنين مش مشكلة وبعد كده عندنا التكييف تمام يبقى كده عندك التستنج و كوميشنج انت عرفت هو هيبدأ امتا حالو الكلام طبعا نحتاجنش ان احنا نعمل سكادول لان احنا هنعملين في الابشنز ان هو يعمل سكادول اوتوماتيك اول ما بتعمل هو بيعمل سكادول بطريب شكل اوتوماتيك تمام حسنا بعد التستنج و كوميشنج ستحضر لك كوميشنج و التنجج و التنجج و التنجج يضع بعدهم ستحضر المسيط 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 يبقى كده عندك انتا نهاية المشروع بالكامل حالو الكلام حالو الكلام المسيط 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 28 اكتوبر حالو نهضف هنا ن يوجدقش مولفوس دعنا نفعل أن التستير وقميتها نض mundفصل بعد انشطات الفائنال فيكس و الدanu و الدي سناجينق ثم الموصف مع ان الspeaking و الد 발 ا sher pod foi قبل انشاطة اخرى التستير وقميتها بالتستير و quê 맛 أنا قمت ب انشطات التشتبات اخرى ل MAND فجرق على اكتبات فجرق أجل انشطة في كلujانقة تكون التشتبات تكون خلصانة يعني مثلا أحط هنا عشان أكد على الملاحظة اللي انا وضحتها دي لازم تكون الأنشاط عندي خلصانة بتاع التشتبات فأحط الـ سنشوف كده مشروع تحرك قد ايه ها انظر هنا فيه جاب ظهرت معك لو خدت بالك هنا فيه جاب بين سناجنج والتستج و الكوميشن ان ظهرت معك تمام؟ سنشوف مشروع تحرك قد ايه تحرك من 28 أكتوبر لخمسة نوفمبر تحرك أسبوع هذه ملاحظة التي يجب أن تأخذ بالك منها لكي تقوم بعمل سناجينج يجب أن تكون أنت مخلص أعمالك كلها بما أن البينتينج كان عندي آخر نشاط في المشروع يبقى أنا هربط به السناجينج والدي سناجينج كده عندك أنت بنية الجدول الزمني بتاعك بالكامل محمل عليه الكوست تمام الجدول الجهاز أنت تعمل منتين و أساين بيز لاين حلو الكلام دلوقتي إحنا عندي أنا خلصت الجدول الزمني بتاعي اللي كتواريخ كحطيت المايل ستونز بتاعتي حطيت الـ WBS الـ Closeout تمام ما عنديش أي مشاكل